بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما كان النبي عليه الصلاة والسلام إماما وقدوة للإنسانية جميعا مرسل من قبل الله عز وجل وجب عقلا أن يكون أقول وأكد على عقلا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام كاملا في كل شيء لأن الله عز وجل لا يرسل الناقصين لأن هذا زم للمرسل وليس المرسل يعني إذا ظهر نقص على يد النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله في أفعاله هذا دليل على أن المرسل لم يختر قدوة صالحة لما أمرنا الله عز وجل أن نطيع النبي عليه الصلاة والسلام في عشرات المواضع في القرآن وطاعته هي من الدين والإسلام والقرب إلى الله إذن لا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام أي نقص أو عيب أو زنب أو خيانة لهذا التشريع الذي أنزله عليه لذلك هذه اسمها العصمة هذه اسمها العصمة فالنبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون معصوما لأنه مرسل من قبل الله ليس النبي عليه الصلاة والسلام فقط وإنما كل الأنبياء يجب أن يكونوا معصومين لأنهم أرسلوا من قبل الله تعالى والعصمة هي ملكة يهبها الله عز وجل لأنبيائه فيحفظون بها من الكفر ومن الكبائر ومن الصغائر ومن خوارم المرؤة الأمور الناقصة البسيطة حفظا لا يمنعهم من الاختيار لا يعني أنهم مقادون لا تزال اختيارهم قبل النبوة وبعدها يعني من حين ولد لأن اختيار الله عز وجل له من الأزل من حين ولد هو رسول الله لكن لم يبلغ ولم يعرف أنه رسول الله حتى بلغ مرحلة الوحي فإذا هذا حال كل الأنبياء وليس نبينا عليه الصلاة والسلام فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذن معصوم فهذا مقام القدوة يجب أن يكون معصوما وكاملا وهذا ما تشهده ونشهده ويشهده كل دارس بعمق للسيرة النبوية الشريفة بعمق ثم الآن تعالوا إلى أمر آخر الجسد الشريف جسده نسبه الجسد يعني أبوه أمه إلى فوق هذا النسب لا ينبغي لنبي أن يكون ليس بذي نسب لا يمكن أبدا كيف الناس ستتبع رجل لا يعرف من هو جده أو لا يعرف من هو أبوه أو هناك من أجداده من كانوا أولاد زنا أو أولاد أنكحة أنكحة جاهلية فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام برأ نسبه فنسبه إلى إسماعيل إلى إبراهيم كل هذا النسب الشريف كله نسب كل آبائه وأجداده كل هؤلاء كانوا أسيادا وكانوا يعني في أقوامهم معظمين مكرمين وأسماؤهم مشهورة في أقوامهم ليس الآن نحن في معرض أنه كانوا مؤمنين موحدين أم غير موحدين نحن لا ندرس هذا الأمر هذا الأمر لا يمكن ألبت به يعني ولكن بالنسبة لمكانتهم الاجتماعية كانوا في القمة كانوا مقصد الناس اشتهروا بالكرم اشتهروا بالأخلاق الفاضلة كل أجداد النبي عليه الصلاة والسلام وأولهم عبد المطرب وهو أعظم أهل مكة هيبة بل أعظم العرب هيبة ومكانة وتقديسا وتعظيما من كل العرب جد النبي عليه الصلاة والسلام فإذن النبي عليه الصلاة والسلام جسده كان مبرأا وشريفا لأما النسب الروحي فهو نسبه إلى إبراهيم عليه السلام نحن قرأنا القرآن وعلمنا أن إبراهيم بنى الكعبة المشرفة أمره الله أن يذهب بزوجته هاجر وولده إلى القصة معروفة إلى واد غيذي عند بيتك المحرم وهناك أمره أن يتركها وتركها في هذه الصحراء وتركها وعاد بعد 13 سنة فوجد صار هناك قبيلة وصار خرج الماء زمزم وصارت قبيلة جرهم وصارت مقصد هذه القرية للمسافرين فأمره الله أن يبني الكعبة على أساس البناء الذي بناه آدم عليه السلام قبل آلاف السنين وبناه وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلى أن قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكانت بعسة النبي عليه الصلاة والسلام هذا نسب النبي الروحي هو دعوة إبراهيم أو دعوة إبراهيم هي سبب القضاء الإلهي القديم حتى يترابط هذا الرباط الروحي بين إبراهيم وبين النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى جميع الأنبياء والمرسلين فكان إذن نسبه روحي ونسبه الجسد طاهر ونقي إضافة إلى أنه معصوم من الزلل والخطأ كما سيأتي معنا في شبابه وفي طفولته وقبل هذا كله قبل النبوة كيف كان آية من آيات الأخلاق والسلوك ومحبة الناس وتقدير الناس له هذا كله من الواجب لأنه رسول الله نحن نعلم إذا رئيس دولة أرسل سفير لا يرسل إلا سفيرا لبقا يعرف أن يتكلم يعرف كل ما يتعلق بالدبلوماسيات لا يرسل أي شخص وإذا أرسل شخص ناقص إذن النقص للمرسل وليس للمرسل فالله عز وجل أرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أكمل الكمال ليكون إماما وقدوة وأسوة للبشرية جميعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر